كتعالي اليوم سفرة الأسنان من تسبوغات ملجة الكالكر تسوي السريحة الخيبة في سنينات ديالك اولا ديال ولداتك اليوم البنات جبت لكم أحسن وصفة وأحسن حل اللي غادي نال إعجاب ديالك ونال استحسن ديالك ان شاء الله بوحد الشكل عجيب وغريب وصفة اقتصادية سهلة في تحدر ديالها فغير لي ما بغاد شاي تحيد عليها العقز اطنو تجرب لي هاد للمولاتي وصفة للمكونات ديالها بساط ورخاص وفي الخامس على الفيديو اللي بنات سوف نهديكم حلول زائل او البنبوش كما نقولو احنا غاسول ديال الفم نعود ما تبشي تشري غاسول ب 30 درام او 50 درام او حتى بكتر فغادي تصوي بيغم المنزل ديالك من صنع الويداتك بميها الدافية كي يحمق من السمو معي بطر واحد رويحة كتهبل فنسمنت تعجبكم لغاستيال اليوم ديما كان ديالها اليوم الوليداتي كان ديال بنات شاركت معكم واحد الفيديو ديال ولكن شاء الله بيديات مقبلة سوف نحاول ننوي عليكم هكذا في النوعية ديال الوصفات المهم نتمنى لفيديو عجبكم نتمنى لردار ديالكم كما نقول لكم دائما اهم حاجة عندي هو تجربتكم للوصفات الطبيعية حتى حاجة ما كتهمني الا التجربة ديالكم باش نعرف الوصفة واش عجبتك او لا ما عجبتك او لا ما عجبتك او مهم بالنسبة المقادر سهلين و بساط ولكن قبل كل شيء اللي غادي نبغي نقول لكم البناس ما تنسوناش موحد اللايك شكرا لكم دنيا واخيرا ان شاء الله لا تنسونيش من اللايك اشتركوا في لاشتين فعلوا ازال الجرس خليوا لنا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات شنو المواضيع او شنو المواضيع او شنو المواضيع ويلا هوا معي باش نتعرفوا عن المقونات ديال الوصفة المهم اول حاجة هنحتاجوا ان شاء الله لكركم او لخرقهم من البلدي ها هو هنا لبنات عندي هدفة هادي ها كمية من الكركم سواء انت تخلي النوعية ديال الدار يعني اللي كتكون موجودة في الدار اللي كتخلي بعد 13 ولكن مشي مشكل ديال الدار اللي كتخلي في 5 دقائق وحتى لما مشوش كتديني مشوية الماورد في قطينة وكتمسحي الاسنان ديالك فاكي مشي ودوك تسبوغات ديال الكركم بغيتي كركم ما كيخليش غاتمشي عند العطار تقول لي اعطيك كركم ديال الوصفة الطبيعية ما فيش تسبوغات او ما كيخليش تباقي في الوجه او في اي بارتي بغيتي هادشي اللي كي احتاجوا للكركم من اي نوع اي بغيتي غنحتاج هذا مكوين ان شاء الله هو الملحة هنال بناس عندي هادا نوعيدي الملحة غير الملحة العُادية مشي اود الملحة الحيه ولا المoch requested انها ليت لانه هادونات الملحة العادية نحتاج كدلي كوميا من الكركم سنحتاج معاكم كدلي ككوميا كوميا من عسر ليمون او العسر الحامد هنال يب ناس عندي حامضة هاي نحتاج الكوركم الملح الحامض وكذلك سوف نأخذ معكم كمية بيكربونات السودا أو بيكربونات السوديوم لا أعرف ما تقول لها ولكننا في المغرب بيكربونات السودا بيكربونات السودا ونحتاج معكم شوية القرومفل اللي ماشاء الله مفيد راكيب يد الأسنان أو مياه في المغرب لا أعرف ما تقول له في دول أخرى المويم هو هذا وكذلك 10 حباس وكذلك مياه القرومفل مياه القرومفل من المنافع ومزايا وهذا الشيليكين في الوصفة المحلول سأقوم بيكربونات السودا من الحشية الكوركم ونصف عصرة حمضة هذا الشيليكين على بركة الله نأخذ الكوركم كوركم يبقى اختياري على حسب كوركم 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 بعض الملحة بعض الملحة وعض البيكربونات السودا سرق حامض قرنفل قرنفل سوف نقوم بعمل هل سوف نقوم بعمل يجب عليك سوف نفعل اخرش خلط لون الأسود القروم و المكونات و المكونات و المشاكل و المكونات بعد نخليات الأسنان و لا تريد أن تكون الاخذة فلون و تجليات أثنان و لا تشجيع الأسنان و الأمو فيها أخلى الوصفات و تجليات الوصفات الوصفات المهمة يجب أن تغمرها جيدا يجب أن تكمل هذه الخطوة تأخذ هذه الفرشة و تأخذ معجونة الأسنان يجب أن تخلص معجونة الأسنان هذه هي الوصفة الكوركوم والملح و بيكاربونات والقروم في الحامض يجب أن تكون الأسنان والوصفة تصدقوني للبناس في 5 دقائق كسب الغزولة و كسب الغزولة و كسب النتيجة والله الحمد وصفة اقتصادية سهلة في تحضير سوف نقوم بإعجاب سوف نقوم بالمحلول أو للمشروب المهم بالنسبة للمحلول أو المشروب سوف تأخذ معي ماء مغلة من الأحسن سوف تأخذ كمية القرومفل أو ما يعرف بالمسمار دعوني الأسماء في الدول العربية سوف تأخذ معي نجمة الأرض لا أعرف ماذا تقول لي أنتم في الدول العربية ولكن نحن في المغرب سوف نقول لها نجمة الأرض جميل الأسماء و احتلت تهايي غير وحدة و نص وحدة كافية يعني بلا ما تكتري أنتم هاي البناء نجمة الأرض أو ما يعرف بالي أنسون أنا هذا الشيء اللي كنسمع به وهذا الشيء اللي تعني عرف به كما كنقولون منذ الصغر و ريحتها بفليو يا البنات كاتحة مقرة واحد نهادت لكم بيا واحد مصفة الوجهة و أعجبتكم و مكيناش اللي شكراتني عليها و قلت لي الله حياتك سحياتك فناتلسي حسن دي لكم في شكل كبير وهذا مطبريت الحال هو الشيء اللي كان حلم به دائما هو جمع لي غوست لكم فقط معاكم يعجبوكم المهم ده بقينا غا نحتاجو كمية دي الماء مغلة شوية الملحة شوية دي القرنفل شوية يعني شوية الملحة البناس غا نحتاجو الملحة سيسا ما قلت لكم يعني الملحة قرنفل و نجمة الأرض أو ما يعرف باليانسون و غا نحتاج كذلك البنات كمية الزعتر ها هو البنات الزعتر ها هو زوين للتا بزا 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 في المهم على بركتي الله ناخده شوية دي الزعتر قبيصة دي الملحة قبيصة ما تكتروش لانه كيلي ما كتوتش معاه الملحة نجمة الأرض كيما قلنا وحدة ها هي فقط و واحد كيما تنقولو حنيا خمسات الحبات بالحساب ديال القرنفل طافي يعني القرنفل كيما قلو اه اه كي يكون مجهد بزا لا تكتريش غر خمسات الحبات كافية المهم دابة البنات غادي ناخده معايا القادية و نبدأ نحركه هذو كل الاحشاب كاملين زعتار ملحة قرنفل نجمة الأرض كتخلطي و كتتحركي مزيان بعد ما كتتحركي كتخليه قدسها حتى يوليس فم بعد كتصفه وتوضعها في واحد البامبوشة و القرنفل قبل ما تنسي تمضي الفم ما بين خمسات العشر دقائق كانت حديثن هذا المدد هذه هي الوصفه أنه حتصي لبيت حماق لنا و لنا حتى كتصي الأولداء و لنا والده لنا للمعرض الجامعة الحمد لله والده يتفرض الوصفة و لا يستطيع فكرة لن تكمل حسن منك ممكن وقت كامل دوزي غر مع هموس اعطيه لهم و انت يتهم لي راسك ولكن احنا بغينا نبيض الاسنان لينا و الوليداتنا إذا لديك الحساسية من اي مكوين من هذا المكوين لا تدري الوصفة لتفادي اي مشكلة مثلا عندها مشكلة من الاحسن انتفادوا الصداع و المشكلة الملحة او مشكلة مكوين عندك منه حساسية هذا الشي اللي كان لغسلت البنات دومي عليها هذه الخلطة تدريها ثلاثة المرات مرة في اليوم تدريها ثلاثة متتابعة يعني متكررة او متتالية والبنبوش غسلي به يوميا لانه في غير الاعشاب الطبيعية ما خدمنا بتشي مكوين من غير الاعشاب إلا ما بيتش دير الملحة او مثلا تسبب لك التهابت في اللتة فحاولي تبعدي عليها و ديري غير الاعشاب الله مبارك و زيد في ذلك هذا الشي اللي كان لغسلت البنات اليوم والله القسام الى كل حماس كل طاقة ايجابية باش نجين باقتاجي معاكم في حالة نوعيات الوصفة لانه كنحس بهم تيوصلوا ليكم تنحس انهم تيعجبوكم فانتمنى البنات الدعمونا بليلايك الله هيسعدكم بزاف بزاف البنات ديالي لايك واشتركوا في لا شراء يوميا الجديد يوميا تنخدم على دي فيديو زمينين لمنحية تصويروا هاد شي كياخد وقت طاويل 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 بزاف كينتصوير كينمونتاج كينتجريبة كينتنزيل اللي كياخدتها وقت طويل كين بزاف ديال امور تنمروا منهم باش كينتزل لا فيديو وتيوصل الحمدو لله لقلوبكم وتينال استحسان ديالكم فشكرا لكم والله يرحم بيالوالد منسا ونشمل اللي كومنتار اللي لايك وبارتاج لا فيديو وغروب يزولكم متلقى معاكم في فيديوهات مجيئة